عزيز المستمع والطالب على حد سواء ألمح في نفسك تساؤلا حائرا لقد حدثتنا عن أصول الدعوة وفضلها وأهداف دراستها فماذا عن تعريفها هي إذن؟ أسارع مجيبة لقد أخرت الحديث عن تعريف علم الدعوة والمقصود بهذا العلم إلى هذه الزاوية حتى تكون النفس متشوقة إلى معرفة سبيل الأنبياء والمرسلين إن طريق الدعوة هو طريق هؤلاء الذين جعلهم الله في مقدمة خلقه وفي مقدمتهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الدرس الثاني تعريف علم الدعوة وحكمه وحكمة موضوع هذا العلم إن الوقوف على موضوع هذا العلم وعلى حكم تعلمها لهو في غاية الأهمية ولكن ذلك في العناصر التالية العنصر الأول تعريف علم الدعوة العنصر الثاني بيان نشأة علم الدعوة وصلته بالعلوم الشرعية الأخرى كذلك أقب بك عزيزي الطالب على بيان حكم الدعوة وموضوع علم الدعوة أما عن تعريف علم الدعوة أقول ما أجمل أن تلتحم نفوس الناس أجمع ما بين داع ومدعو وما أجمل أن يعمل الجميع على مصلحة الآخر فالداعية هو ذاك الشخص الذي يقوم بحب الآخرين ورغبة ربطهم بالملأ الأعلى وتعلقهم بالسماء إن تعريف علم الدعوة يشدنا شدا إلى هذا الذي أقول فيقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله في كتابه الدعوة إلى الإصلاح يقول عن الدعوة إنها حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوز بسعادة العاجل والآجل فالداعية هو ذاك الذي بداخله الحس والدفع وبداخله الحب للخير للناس أجمع ولذا يسعى إلى مصلحتهم فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لماذا؟ هل لشيء يعود عليه هو أم لشيء يتحقق فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة؟ نعم يقول ليفوز بسعادة العاجل والآجل هذا هو تعريف علم الدعوة إذن حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوز بسعادة الدارين أما عن نشأة علم الدعوة فلقد بدأت الدعوة الإسلامية أول ما بدأت علما وعملا بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس داعيا إلى ربه يتلو عليهم آياته ويعلم من استجاب منهم لدعوة الحق تبارك وتعالى يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك ما تحمل وصبر وصبر حتى أظهر الله دينه وأعلى كلمته وحقق للمؤمنين وعده يقول الحق تبارك وتعالى وهو يجسد لنا ذلك كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لقد أرسل الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولكي يظهر الحق ويخفت الباطل بل ينمحي من طريقه ولو كره المشركون أهل الشرك والكفر والعتو أولئك الذين يعاندون دين الله عز وجل ويعادون أولياء أراد الله لهم أن ينتصر عليهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان ما كان بذلك بدأت الدعوة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا نستطيع أن نقول إن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى من عمر الدعوة ثم تابعه بعد ذلك صحابته الأكرمون وخلفائه الراشدون فكانوا هادين مهديين تابعوا المسيرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحاملوا الأمانة وتبعهم من بعد ذلك التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين فاقتفوا آثارهم وقاموا بوظيفتهم حق القيام وبعد ذلك تبعهم أجيال وأجيال نشروا هذا الإسلام إلى يومنا الحديث وهكذا أعزاء الطلاب ندرك أن الدعوة قد مرت بمراحل وكل مرحلة تسلم التي تليها وكل جيل من الأجيال للدعاة يحمل الراية إلى الذي يتلوه والذي يتلوه يأخذها ويصل بها إلى الذين يلونهم وهكذا حتى جاء العصر الحديث وعندئذ حدث ما لم تتمناه النفس حيث خالف في المسلمين خلف أضاعوا كثيرا من تلك الخصائص وغافلوا عن كثير من هذه الواجبات التي تتطلبها الدعوة والتي قام بها السابقون خير قيام عندئذ أي عندما تخلف المسلمون عن ركب السابقين وعندما دخل في الدعوة وفي دين الله ما لا تحمده النفس ولا تتمناه عندئذ برزت الحاجة إلى هذا العلم وهنا يبرز علم الدعوة حتى قامت باسم الدعوة منظمات ومؤسسات وعرف بها أفراد وجماعات وأصبحنا في عصر صارت فيه الدعوة علما من العلوم بعد أن كانت فقط مجرد دعوة أو وسيلة تصل الناس بربهم لهذا العلم مؤسسات تعليمية ومناهج دراسية وهكذا نشأ هذا العلم وهكذا أعزاء الطلاب تدرسون هذا المنهج الدراسي ليكون حلقة من حلقات تعليمكم كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل